الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام والأخوات حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر لكم حضوركم واهتمامكم وشكر خاص للأخ والصديق العزيز الدكتور محسن صالح المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات وأعرب بهذه المناسبة عن تقديري العالي لهذا المركز المتميز الذي حفر لنفسه مكانا بارزا في الساحة الثقافية والبحثية الفلسطينية وخدم القضية ولعله خدم أيضا قضايا المنطقة فحياهم الله حيا الله مديرها العام والعاملين والعاملات في هذا المركز الفتي كما قدمني أخي الدكتور محسن وشكرا لك أخي على هذه الكلمات الرقيقة إن شاء الله نكون عند حسن الظن وما قدمناه لشعبنا وقضيتنا وحركتنا هذا هو الواجب بعينه لا نرجو منه إلا رضا الله وثوابه وأن يكون هذا الجهد مسهما في وصولنا إلى شاطئ النصر والتحرير والعودة بإذن الله وأن نخدم شعبنا الذي أعطانا كل شيء تحت العنوان الذي طلب مني أن أتحدث فيه حول التجربة الوطنية الفلسطينية ودور حماس فيها وأفاق المحتملة التجربة الوطنية الفلسطينية التجربة الوطنية الفلسطينية قديمة قدم القضية نفسها ومنذ كان الصراع وكان الاحتلال وكان الاستيطان كانت القضية وبالتالي كانت هذه التجربة الوطنية الفلسطينية كاستجابة شجاعة وأصيلة في مواجهة الاحتلال والمشروع الصيود وهذا كما تعلمون منذ أكثر من مئة عام أيضا التاريخ الفلسطيني الحديث هو في جوهره محطات من البطولة من التضحية من العطاء هو تاريخ مقاومة ثورات انتفاضات تضحيات معاناة خليط بين الألم والأمل هو تاريخ قضية تاريخ صراع ليس تاريخا فيه استقرار وفيه عافية بل فيه معاناة ولكن فيه تفوق على هذه المعاناة واستجابة عظيمة من شعبنا العظيم لكل هذه المعركة بكل تعقيداتها ومخاطرها وفي هذا التاريخ الفلسطيني الطويل الأمم عندما تتحدث عن رجالها وقادتها فهم متنوعون في اهتماماتهم لكن التاريخ الفلسطيني شهد رموز الوطن الذين عمليا هم رموز المقاومة ورموز العمل الوطني والسياسي والنضالي من شعراء وكتاب ومثقفين وسياسيين ومجاهدين ومناضلين إذن كأن القضية وتاريخها ورمزياتها قد اختلطت وامتزجت بالقضية والصراع لا تنفك عنه وهذا شيء عظيم في تاريخ الشعوب والأمم سأتناول التجربة الوطنية الفلسطينية في عقودها الثلاثة الأخيرة أي منذ مطلع الثمانينيات تقريبا وذلك إخواني أخواتي لسببين السبب الأول لأن هذه الفترة هي التي شهدت تشتيت البندقية الفلسطينية وإخراجها من بيروت من لبنان وبالتالي أصبح هناك عهد جديد وربما البعض ظن أن زمن المقاومة انتهى وأن زمن القضية أيضا انتهى تالي هذه لا شك مثلت بداية لحقبة جديدة لها مخاطرها ولها ضبابيتها وكان فيها بعض التيه وكثير من القلق أيضا السبب الثاني لتركيزي على هذه الحقبة ليس فقط لضيق الوقت بل أيضا موضوعيا لأن حركة حماس في انطلاقتها عام سبع وثمانين وقبل ذلك بعشر سنوات من الحفر في الصخر والتحضير والتمهيد ذلك كان مترافقا مع بداية هذه الحقبة أي من مطلع الثمانينيات محاور الحديثة تكون ثلاثة محاور المحور الأول نظرات وملاحظات حول التجربة الوطنية الفلسطينية المحور الثاني نظرات وملاحظات حول دور حماس في إطار هذه التجربة وثالثا الآفاق والمستقبل للمرحلة القادمة خلال الأربع خمس سنوات القادمة إن شاء الله أبدأ بالمحور الأول نظرات وملاحظات حول التجربة الوطنية الفلسطينية طبعا حين نتحدث عن التجربة الوطنية فمن البداهة أن نؤكد أننا نعني أولا الشعب قبل أن نتحدث عن الفصائل والقوى والأحزاب والشخصيات والقيادات فالشعب هو الأساس هو المحضن هو المجدد للروح هو الذي قدم خلاصة ما عنده من بطولة ومن أبناء ومن قدرات وصبر واحتضن المقاومة وعاش مع قيادته وتحملها وفي كثير من برحل كان سابقا لها فالشعب هو أساس في الحديث عن التجربة الوطنية الفلسطينية وما صنعته القيادات والفصائل والقوى ما هو إلا ترجمة لعطاء هذا الشعب العظيم ويحسب طبعا للفصائل والقيادات والشخصيات عطاؤها واجتهادها أصابت أم أخطأت مما يحسب للتجربة الوطنية في هذه المرحلة سأتحدث عن ما يحسب لها ثم أتحدث عن ملاحظات عليها أو حولها ما يحسب للتجربة الوطنية في هذه المرحلة هي أولا القدرة على البقاء والصمود والاستمرارية والقدرة على العمل والنضال والمقاومة في مختلف الظروف ورغم كل التحديات فقد اكتسب شعبنا الفلسطيني خلال مسيرته الطويلة وتجاربه المتعددة قدرات ومهارات متميزة أصبحت لديه خصائص وملكات وجزءا أصيلا من شخصيته هذا لا شك إخواني أخواتي يحسب للتجربة الوطنية الفلسطينية أننا أمام قدرة استثمائية على البقاء على الصبر على الصمود على استمرارية نضال المقاومة والعمل في كل الظروف حسنها وسيئها وخلالها الشعب الفلسطيني اكتسب مهارات متميزة ساعده على هذا الصمود وعلى هذه الاستمرارية وهذه الخاصية التي أصبحت جزءا من جيناته ومن سلوكه التلقاء عدة مسائل أولا تمسك شعبنا بقضيته وحمله لهذه القضية حيثما حل وارتحل مهما نأت به المسافات هذه خصيصة عظيمة شعبنا حمل قضيته في المنافي والمهاجر والشتات ابتعد عن الوطن ولم يبتعد الوطن عنه وظل حاضرا في وجدانه وقلبه وعقله ثم في سلوكه وبرنامجه اليوم أيضا الإرادة والإصرار والنفس الطويل أن تقاتل وتقاوم مئة عام لا تتعب لا تكل لا تمل وإن حصلت عثرات وهذا طبيعي أو حالات فشل وهذا طبيعي سرعان ما يتجاوزها شعبنا وقواه وفصائله المقاومة وقياداته واكتسب الشعب مهارة المراوحة بين المد والجزر والصعود والهبوط لكن في نسق مستمر لا يتراجع ولا ينكسر ولا يستسلم حتى باتت الثورة الفلسطينية منذ مئة عام بعناوينها ومراحلها المختلفة حالة موجية تصعد وتهبط وتتقدم وتتراجع قليلا ولكنها في سياق الاستمرارية وحمد القضية والإصرار على الهدف أيضا مما اكتسبه هذا الشعب وساعده على هذا البقاء والاستمرارية والعمل في كل الظروف هو الإبداع ومفاجأة الآخرين مفاجأة أعدائه واصدقائه وخصومه على حد سواء والانتقال من ميدان إلى ميدان وأشكال جديدة من النضال يعني عندما حوصرت المقاومة والثورة الفلسطينية في الخارج الإبداع الفلسطيني العفوي رأسا نقل مركز الثقل للمقاومة والنضال إلى ساحة الداخل وكما نعلم ونتذكر بعد أن شتتت البندقية الفلسطينية عام 82 ومضت سنوات عجاف ورأى البعض في المنطقة كأن زمن القضية انتهى وهي أصبحت تركة تحتاج إلى اقتسامها فضلا عن التجاهل وإذا بالشعب الفلسطيني يفاجئ العالم والقريب والبعيد بانتفاضة السبع وثمانين هذا إبداع عظيم فإن كان العالم تعود على نمط الثورة والعمل من الخارج إلى الداخل هنا بالذكاء والإبداع الفلسطيني انتقل الثقل إلى الداخل أيضا تنويع وسائل المقاومة هناك ثورات عبر التاريخ منذ العشرينيات وثلاثينيات حتى الثورة الفلسطينية المعاصرة ومن هذا التنوع والعنوين المختلفة إلى الانتفاضة إلى المقاومة إلى الحجر إلى الخنجر إلى الدعس والدهس إلى العمليات الاستشهادية إلى الصاروخ المبتدى إلى الصاروخ الذي يبلغ مدهة مئة وستين كيلو مترا من الصناع والإبداع الفلسطيني والشعب استدعى مخزونه النضال الثري وجدده بصيغ وعنوين جديدة أيضا من إبداعات شعبنا ومما ساعده على هذه الاستمرارية العمل والنضاف في مختلف الظروف المواتية وغير المواتية يعني في حليف دولي أو حليف إقليمي الشعب يقاوم غاب الحليف الدولي والإقليمي ما زال الشعب يقاوم هناك توازن دولي أو غياب لهذا التوازن والقطبية الفردية كما في مطلع التسعينيات ظل الشعب يقاوم الأمة تركز على القضية كقضية مركزية وأولى وهناك اهتمام إقليمي وعربي وإسلامي بالقضية الشعب منفعل بذلك ويقاوم ويحمل قضيته انشغلت الأمة عن قضيتنا واشتعلت فيها الأزمات كما في السنوات الأخيرة الشعب ما زال يقاوم بل خض حروبا كبيرة وصمد فيها وأذل الجيش الصهيوني هذا حقيقة يعني باختصار صمد شعبنا وقاوم وخاض حروبا دفاعا عن أرضه ومقدساته في جميع الظروف وفي أصعب حالات الحصار والخدلان بل التآمر أحيانا حتى الأقصى هذه الدرة التي تعني أمتنا جميعا بمسلميها ومسيحيها بكل مكوناتها بل تعني الإنسانية هذا الأقصى الذي قصرت الأمة وقصرت أنظمتها الموكلة بالأقصى في الدفاع عنه إلا بالقدر والنزر اليسير من حيث إمكاناتها المتواضعة فإن الشعب لم ينتظر أحدا فبضع مئات من المرابطين والمرابطات أفشلوا مشروع تقسيم الأقصى الزماني والمكاني إذن هذا هو الإبداع والتحدي الفلسطيني يحسب ثانيا للتجربة الوطنية الفلسطينية أن المقاومة ظلت ثابتا أصيلا من ثوابت العمل الوطني الفلسطيني حتى وإن اهتزت لدى البعض أو تراجع موقعها في برنامجه نعم هناك خلل أصاب مسيرة المقاومة أصابها عمليا وقبل ذلك أصابها فكريا ونفسيا وقناعة ولكنها حالات طارئة المقاومة ثبت بالواقع الفلسطيني أنها عميقة الجذور في الوجدان في الثقافة في البرامج لدى مختلف قطاعات شعبنا هي روح هذا الشعب قاوم إذن أنت تعيش وبدون المقاومة موت وانكسار والقرآن عبر عن ذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هو الجهاد والمقاومة والتضحية ولذلك هذا العمق في موقع المقاومة في ضمير شعبنا وواقعه جعل المقاومة تستمر وتتطور من الحجر إلى الصاروخ ومن المجموعة المقاتلة والدورية المقاتلة بالمصطلحات الثورة الفلسطينية إلى الجيش الذي نراه اليوم في غزة يربض على حدودها ويمنع العدو من عبور أمتار قليلة داخل قطاع غزة هذا الجزء الصغير في مساحته الكبير في مكانته وفي دلالته وهذه الطاقة المخزونة في هذا الجزء العزيز من أرض الوطن حتى الحالات التي ظن أنها خرجت من عباءة المقاومة وتركتها هجرتها وألبست لباسا مصطنعا قشرة مصطنعة مزيفة عندما جد الجد رأينا الأصالة وهذا المخزون الأصيل من المقاومة يكسر القشرة ويخرج إلى العلن كان ذلك كأحد الأمثلة المبكرة منذ أن جاءت أوسلو في انتفاضة النفق نفق الذي كان تحت المسجد الأقصى عام 96 ثم في الانتفاضة الثانية عام 2000 حيث انخرطت الفصائل جميعا بما فيها حركة فتح وأبناء فتح وأبناء الأجهزة الأمنية الذين كانوا جزءا من السلطة التي قامت على أوسلو بكل التزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى في هذه الانتفاضة منذ أواخر 2015 التي انطلقت دفاعا عن الأقصى وردا على استهدافه بالتقسيم رأينا نماذج مميزة من بعض أبناء الأجهزة الأمنية بعد أن ظن أن هذه الأجهزة التي اشتغل عليها دايتون وأبناء دايتون وشركاء دايتون وهذا الإنسان الفلسطيني سموه الجديد وهو في حقيقته المشوه لكن عندما جد الجد هذا الدم الفلسطيني المشبع بذور المقاومة انتفض وفاجأ المحتل الصهيوني باختصار سرت المقاومة وتجذرت في كل تفاصيل وتلافيف الحياة اليومية الفلسطينية فأي ثقافة وأي أدب وأي شعر لنا خارج إطار المقاومة حتى التعليم والجامعات ومحاضر العلم سخر للمقاومة اليوم العقل والإبداع الفلسطيني بعقله سخر اليوم في التصنيع وفي المقاومة رمزياتنا الثقافية والشعرية هي هم شعراء المقاومة وأدباء المقاومة اقتصاد الصمود وكيف تعيش الأسرة الفلسطينية حياة كريمة بالحد الأدنى الذي يكفل لها الصمود والسياسة والإعلام كل مجالات الحياة الفلسطينية في الداخل والخارج في الغالب اصطبغت بصبغة المقاومة هذا لا ينسينا بكل موضوعية أن هناك حالات ومحطات من الخروج عن هذا السياق بلا شك هذا ندركه في السياسة كانت الأوسلو وكانت المفاوضات وسنأتي إلى تفصيل ذلك لاحقا في الاقتصاد كان ربط السلطة بالاحتلال من خلال اتفاق باريس ثم جاءنا الوهم قبل سنوات في تحت عنوان بناء مؤسسات الدولة في الضفة الغربية وإشاعة ثقافة الاستهلاك واقتصاد الاستهلاك ورفاهية مصطنعة لشعب الأصل أنه يعيش حالة مقاومة وليس استهلاك ورفاهية كالشعوب المستقرة المستقلة أيضا الثقافة والتربية حصل فيها خلل في بعض المحطات من خلال كما أشرنا صناعة الإنسان الفلسطيني الجديد وكذلك ما أصاب الإعلام من ميوع ومسخ تحت دعوة منع التحريض كما أشرنا هو عمق المقاومة في تاريخ الفلسطيني رغم حالات من الخروج عن النص في مجالات الثقافة والإعلام والاقتصاد وإلى آخره وكما لعلي قلت هي ذلك كان قشرة مصطنعة مزيفة كانت قابلة للكسر عندما تحين لحظة الحقيقة وينطلق المخزون الأصيل للثورة والمقاومة من داخل شعبنا وضميره الحي يحسب للتجربة الوطنية الفلسطينية القدر على العمل المؤسسي المستوعب للطيف السياسي والفكري الواسع في الشعب الفلسطيني وإدارة الخلافات والبرامج المتعددة هذه مسألة بالغة الأهمية وحتى نقدر قيمتها لننظر حولنا في محيطنا كيف هذه الخلافات المستعرة وهذه العنوين بالمئات داخل الوطن الواحد وغياب القدرة والخبرة في استيعاب تنوعهم وخلافاتهم بينما يحسب للتجربة الوطنية الفلسطينية أنها استطاعت استيعاب هذا الطيف وهذا التنوع الفكري والسياسي ومزج ضمن برامج متقاربة ثم إشراكوا في مرجعيات القرار وكانت منظمة التحرير أنموذجا مهما لذلك صحيح أصاب ذلك خلل في السنوات الأخيرة ظهرت فرديات وديكتاتوريات وانقسام في السنوات الأخيرة لكنه لا يقلل من أهمية هذه الميزة الشعب الفلسطين لديه خبرة في العمل الحزبي والعمل السياسي طبعا يساعد وساعد على ذلك أن الشعب الفلسطيني لا يعاني بفضل الله من انقسامات عرقية أو طائفية حتى التعدد الديني فهذا أمر يعطي زخما وتنوعا إضافيا فإخواننا المسيحيون هم جزء أصيل من شعبنا ووطننا وهم شركاء معنا في الحياة وفي النضال وفي المسئولية والقضية والحمد لله في فلسطين الإسلام السائد هو الإسلام الوسطي المعتدل الذي هو الإسلام الحقيقي وفلسطين أرض الأنبياء والرسالات وبوابة الأرض إلى السماء هذه الأرض التي لها تاريخها وتراثها الدين الطويل هي أيضا أنموذج في التسامح والتعايش فهو سمى أصيلة أيضا رابعا يحسب لتجربة العمل الوطني الفلسطيني نجاحها في بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية التي كان يمكن أن تضيع وأن يتفرق دمها على القبائل وأن يكون شعبنا كبعض الشعوب التي انتثرت في الأرض وفقدت هويتها الوطنية وربما فقدت أيضا وطنها لكن الشعب الفلسطيني عبر طاقاته وقياداته ومكوناته الوطنية بلور الهوية وحافظ عليها جعل القضية حاضرة لدى الإنسان الفلسطيني في كل أماكن وجوده في الداخل والخارج وعطاه فرصة ومنابر للدفاع عن قضيته وأيضا نجحت التجربة الوطنية الفلسطينية في تصدير القضية الفلسطينية للعالم كله وتحقيق نجاحات ملموسة ومعقولة على صعيد اعتراف دول العالم بالقضية وبحقوقنا وحق تقرير المصير خاصة في الجمعية العامة المتحدة ورفض الاستيطان كما جرى مؤخرا أخيرا خامسا يحسب للتجربة الوطنية الفلسطينية نجاحها في تحرير جزء من أرض الوطن جزء عزيز وهي غزة وإجبار العدو على الرحيل عنها وتفكيك وهدم مستوطناته وهذا إنجاز كبير وهو مقدمة إن شاء الله لاستكمال مشروع التحرير حتى نستعيد أرضنا كاملة بإذن الله وأيضا نجحت هذه التجربة في نقل المعركة بين الحين والآخر إلى عمق الكيان وخاصرته الرخوة وضرب نظريته الأمنية هذه لعلها أبرز وقفات وملاحظات عما يحسب للتجربة الوطنية الفلسطينية الآن أنتقل إلى ملاحظات على هذه التجربة ملاحظات نقدية الملاحظة الأولى والأهم والأكثر محورية في تأثير تأثيراتها وأقرأ النص الذي كتبته لأهميته هو الخلل والاضطراب في استراتيجية التعامل مع الضغوط ومواجهة التحديات والمتغيرات القاسية بحيث بحيث جاءت كثير من الاجتهادات والتكتيكات السياسية على حساب الاستراتيجية وتاهت البوصلة واختلت الثابت والمتغير وجرت توسع في موضوع الضرورة دون ميزان دقيق وموضوع ومؤسسي يحكمها وطغت المصالح والاعتبارات الشخصية والفردية على حساب المصالح والاعتبارات العامة مما أصاب المشروع الوطني واستراتيجية المقاومة والحقوق والثوابت الوطنية بضرر كبير ودفعنا للأسف أثمانا باهضة مقابل المصالح أو تقديرات خاطئة أو موهومة في كثير من الأحيان هذا أعتبره الخلل الأكبر مما يحسب على التجربة الوطنية الفلسطينية خاصة في عقودها الأخيرة وهذه الفترة شهدت الترويج لمقولات أن المقاومة جربناها ولم تعد تجدي وأن الخيار الوحيد هو النضال السياسي أو سموه الاشتباك السياسي وتماهوا في ذلك مع المقولة العربية في المعبر عن حالة العجز أن السلام هو خيارنا الاستراتيجي وأن للسلام أن يصنع في ظل الضعف والعجز وغياب المقاومة وأوراق القوة أيضا حين ظهرت بعض السلبيات التي رافقت الانتفاضة الأولى والثانية بدأنا أو بدأ البعض يطعن في أصل الانتفاضة وثقافة المقاومة والتضحية وحتى حين يروج البعض اليوم للمقاومة الشعبية ونحن كذلك ندعو لها تحولت المقاومة الشعبية في ظل اهتزاز مفهوم المقاومة والقناع بالمقاومة إلى ديكور وإلى خطوات رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع وليست هي المقاومة الشعبية الفاعلة التي لو توحدنا عليها لصنعنا شيئا كبيرا في القدس والضفة على سبيل المثال أيضا اخترع البعض استراتيجية نضالية جديدة فصل الميدان والمقاومة عن السياسة وهذا غريب ومستهجا في تاريخ الأمم والشعوب التي تعرضت للاحتلال كذلك إدخال المشروع الوطني والبرنامج السياسي الوطني في مسلسل لا ينتهي من التنزلات والتطويع وخفض السقوف تحت ذريعة الواقعية والتعامل مع ضرورات الواقع منذ أن كانت النقاط العشر عام 1974 وحتى الآن انحدار تلو انحدار حتى رأينا كيف تقزم مفهوم المشروع الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي الفلسطيني وجاءت مرحلة مدريد التي رأت القيادة الفلسطينية أنها مضطرة أن تدفع ثمن المرحلة سواء بغياب الاتحاد السوفيتي أو حرب الخليج الثانية وسيطرت أمريكا على المنطقة وعدوانها على العراق في ذلك الوقت فبدأت مدريد ثم واشنطن ثم أوسلو ثم دخلنا في مسار المفاوضات العقيم والعبثي والمزيد من المبادرات والتنزلات واتفاق فلان وعلان وهكذا كل ذلك على حساب الحقوق والثوابت ثم وصلنا إلى التنسيق الأمني الذي رآه البعض مقدسا ثم الرهان على الوعود الدولية ويعني الوقوف في مربع الانتظار العاجز طبعا نحن واقعيون نحن ندرك قسوة المتغيرات التي طرأت على المنطقة وعلى قضيتنا وبل على الساحة الإقليمية والدولية حجم الضغوط والتهديدات لكن ذلك لا يبرر ما حصل نعم من حق القيادة بل من مسؤوليتها أن تشتهد في تجاوز الأزمات وفي كسر الحواجز والخروج من الفخاخ ومن الأوضاع الصعبة ومن الحصار لكن ليس على حساب المصلحة الوطنية والثوابت والحقوق ليس على حساب الأصل الوطني وهي عليها أن تشتهد من خلال استجماع أوراق القوة والتنويع فيها والمزاوبة بينها وبين الحركة السياسية والدبلوماسية هذه القيادة الحقيقية ليس الذي يستسهل الخروج من الأزمات بتقديم أثمان وتنازلات ولكنه الذي يبحث عن كل عوامل القوة وحجد مجموعة الطاقة الفلسطينية وليس التحرك بجزء محدود منها والبحث عن كل عناصر أيضا القوة والدعم والإسناد إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا والإبداع في السياسة والدبلوماسية لكنها المستندة إلى أوراق القوة والمقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة طبعا هذا الخلل الكبير أيها الإخوة والأخوات ما رده في تقديري إلى سببين أساسيين السبب الأول غياب أو تغييب المؤسسية والمرجعيات الوطنية عند أخذ القرار السياسي لأنه طالما القرار قرار فردي مظنة الخطأ والإنحراف فيه أكبر وحين تشعر القيادة أنها كأنما هي مفوضة من شعبها أن تفعل ما تشاء وأن تجتهد بدون ضوابط وأن لا تعود إلى مؤسسات القرار لإعتماد الفكرة أو المقترح والمصادقة عليه وتصويبه وتزديده عند ذلك يحصل الخلل الكبير بل رأينا كيف انتزع القرار حين عاد هؤلاء إلى المؤسسة ولكنه كان عرضاً أقرب إلى الشكلية وذر الرماد في العيون وأوسلو كانت مثالاً على ذلك السبب الثاني الذي كان وراء ذلك الخلل الكبير هو خلط الاجتهادات والتكتيكات السياسية في الشأن الوطن العام بالاعتبارات الشخصية وضرورات القائد أو الفصيل مثال ذلك كيف حصلت أوسلو المفاوض الفلسطيني يتابع من مدريد إلى واشنطن وفجأة كان هناك مسار آخر في أوسلو والجميع كان يدرك أن أحد الدوافع وراء استباق أوسلو هو القلق بين القيادة قيادة الداخل أنا أفهم أن تقلق القيادة إذا استنعت قيادة غير وطنية على أرض الداخل لكن حين تكون قيادة وطنية لماذا القلق وأيضاً أفهم أن من مسؤولية القيادة أن تعمل على التوازن داخل المشروع الوطني وقيادة وداخل وخارج هذا صحيح ولكن هذا لا يعني أن نهرب لتصويب هذا الخلل بأن نقدم أثماناً باهظة وأن نقدم على مشروعات فاشلة بمصالح متوهمة مقابل أثمان حقيقية على رأس الاعتراف بالاحتلال وبشرعيته وأن يكون ذلك على حساب المقاومة وربط السلطة بالتزامات أمنية وسياسية واقتصادية مع الاحتلال لذلك هذا أصاب الخلل هذا أصاب القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بخلل كبير وكان أداء القيادة الفلسطينية في الغالب أقل من تطلعات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصبر والعطاء هذه إذن الملاحظة الأولى الأساسية الملاحظة الثانية وهي أيضا مهمة نقل مركز ثقل القرار والفعل الفلسطيني إلى حيث توجد القيادة مع تهميش الساحات الأخرى حتى باتت القضية الفلسطينية مختزلة عمليا في الضفة والقطاع على أهميتهما وكأن الداخل والخارج الفلسطيني يكتسب أهميته فقط من وجود القيادة فيه وليس من موقعه ووزنه الطبيعي في المشروع الوطني ودوره في النضال والمقاومة بكل أشكالها وما يدينها منذ أن كانت القضية الفلسطينية أصبح هناك جناحان للشعب وللوطن فرض على شعبنا اللجوء والنزوح والتهجير إذن هذا واقع والطير الفلسطيني لا يطير إلا بالجناحين نعم لا نختلف على أهمية الداخل فهو أرض الوطن وهو ساحة الصراع الأساسية وقلبها القدس ولكن لا بد من التوازن بين الداخل والخارج ولا يمكن للإستراتيجية الوطنية الفلسطينية إلا أن تعمل بالجناحين معا الداخل والخارج سواء من حيث الاهتمام والأدوار والمشاركة في النضال وأيضا المشاركة في المؤسسات القيادية وفي تحمل المسؤولية والقرار وتساوي الحقوق والواجبات الملاحظة الثالثة على التجربة الوطنية الفلسطينية هي أوسلو هي هذا الخطأ الكبير هو الحديث عن الدولة قبل التحرير وقبل انتلاك السيادة على الأرض هذا الخطأ في إنشاء سلطة تحت الاحتلال جاء الثمر الاتفاق سياسي وأمني واقتصادي مع الاحتلال وهذه السلطة محكومة بهذه الالتزامات الثقيلة ووضعت السلطة نفسها في سياق هذا الاتفاق عرضة للابتزاز الدائم والضغط عليها من نقاط ضعفها وارتهاناتها فأمنيا أمنها مطلوب أن له التزامات تجاه الاحتلال ولو على حساب الأمن الفلسطيني وعلى حساب المقاومة وسلاح المقاومة واتفاق باريس ألحق هذه السلطة واقتصادها باقتصاد العدو وأصبحت موازنة السلطة وماليتها من الدول المانحة أصبحت أيضا ورقة ضغط وارتزاز للسلطة الفلسطينية وبالتالي هذا خلل كبير في ظل أوسلو حصل التمدد للإستيطان وتقطيع أوصال الضفة وتهويد القدس فهذا كان خللا كبيرا هذه أوسلو أعفت الاحتلال من مسؤولياته كدولة احتلال وكيان احتلال جمل صورته أمام العالم أظهره بمظهر الساعي نحو السلام حول قضيتنا إلى مجرد تفاصيل على موائد المفاوضات وغيرها بينما المقاومة والاشتباك مع العدو الميداني والانتفاضة هي التي كشفت الوجه القبيح لإسرائيل أمام العالم وخلل أوسلو أيضا وهذا النهج أظهر الصراع بيننا وبين الاحتلال الصهيوني بدل أن يكون صراعا وطنيا وجوديا أصبح كأنه مجرد نزاع وخلاف بين سلطة وسلطة أو صراع على التفاصيل نعم كان هناك بعض البكاسب مثل عودة ألاف من الكوادر الفلسطيني إلى الداخل وتحققت بعض الرمزيات المعنوية لكن ذلك قليل جدا بالقياس إلى الأثمان الباهضة التي دفعها الشعب الفلسطيني من لحمه وعظمه من اللحم الحي الملاحظة الرابعة الإنقسام بكل تأثيراته وتداعياته السلبية والذي بازال مستمرا منذ عشر سنوات ومع فشلنا كفلسطينيين في إنهائه حتى الآن لا شك هذا خلل كبير وانقسام مشؤوم ليس الوقت للحديث المفصل عنه لكن خلاصة الموقف في ذلك أو خلاصة التناول من هذه الزاوية لا شك أن العوامل الخارجية أساس في هذا الانقسام والتدخل ووضع الاشتراطات ورفض نتائج الانتخابات ووضع شروط ربعية وإلى آخره ولكن العامل الداخلي خاصة في السنوات الأخيرة أراه الأهم في إبقاء هذا الانقسام وإفشال كل المحاولات لإنهائه والوصول إلى المصالحة والسبب في تقديري في ذلك أن القيادة الفلسطينية اعتادت أن تستوعب الشركاء الآخرين من خلال نظام سياسي وصيغة سياسية فيها عمود فقري هو الحزب القائد والحاكم الذي يقود الساحة الفلسطينية قبل السلطة وبعد السلطة والآخرون شركاء من خلال كوتات وأدوار مرسومة ومحسوبة بدقة ولم يتعودوا أن تأتي حركة بحجم حماس لتكون شريكا لا تكون بديلا لكن لتكون شريكا معهم لم تتعود الساحة الفلسطينية وصناع القرار فيها على استيعاب هذا الوافد الجديد وإعادة تصميم النظام الفلسطيني خاصة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتبنى خيمة المنظمة على هذه المكونات الجديدة بأوزانها وأحجامها وأدوارها الطبيعية وبالتالي ما لم تتغير هذه القواعد ونقبل بعضنا ونؤمن بالشراكة فإن الخسارة ستكون كبيرة وسنظل في حالة هذا الانقسام المشؤوم الآن أنتقل أيها الإخوة والأخوات إلى نظرات وملاحظات حول دور حماس في إطار التجربة الوطنية الفلسطينية بصراحة إخواني أخواتي جيد أن أذكر نفسي وإياكم أن هذه حماس عندما وفدت إلى الساحة الفلسطينية عام 87 وإن كان تأسيسها والتحضير لها سبق ذلك بعشر سنوات حين وفدت إلى المشهد الفلسطيني وساحت المواجهة مع الاحتلال وفق أي رؤية جاءت أستطيع أن أقول وأنا أحد هؤلاء المؤسسين ولا فخر وهذا شرف لي أن تكون لي بصمة تأسيس ومواكبة لهذه الحركة في إطار المشروع الوطني الفلسطيني الكبير كنا في تلك اللحظات يحدون دافعان كبيران حين اندفعنا للتأسيس ثم لدخول على المشهد الفلسطيني وساحة المقاومة والصراع مع الاحتلال الدافع الأول هو أداء الواجب والمسؤولية الشرعية والوطنية تجاه القضية واستعادة وتجديد دور الحركة الإسلامية الفلسطينية في النضال ومقاومة الاحتلال وهو دور قديم تاريخي غاب لفترات ربما أشلها لاعقا أو غيبة لظروف قسرية وليست اختيارا فكان لابد من استعادة هذا الدور وأداء الواجب الشرعي والوطني نحو قضيتنا فهذا شيء بدأي أما الدافع الثاني هو إدخال الرغبة والإصرار على إدخال زخم جديد وإضافة نوعية إلى مسيرة المقاومة والمشروع الوطني الفلسطيني خاصة من خلال قراءتنا في تلك الفترة لما أصاب هذا المشروع من الخلل والاضطراب والتراجع وما بعث فينا وفي غيرنا الكثير من القلق فكان لابد أن نسهم إلى جانب الآخرين في أن نضخ دماء جديد في أوصال المقاومة وذلك من خلال التركيز على المجالات المحورية التالية المجال الأول إعادة الاعتبار للمقاومة وتجديدها والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة خاصة بعد عام 82 وخروج الثورة من لبنان فهذا كان مجال أساسي المجال الثاني في ظل التراجعات السياسية المصاحبة لتراجع مسار المقاومة كان دافعا لنا أولوية إعادة تصويب البوصلة والتأكيد على طبيعة المشروع الفلسطيني وجوهره وثوابته وأنه قضية تحرر وتخلص من الاحتلال وليس مسار تنازلات أو مفاوضات أو اجتهادات سياسية تقلل من وزن المقاومة في مسيرتها المجال الثالث هو التعبئة الدينية لشعبنا إلى جانب التعبئة الوطنية كنا نشعر أن هناك إهمال للبعد الديني في تحشيد الشعب وتعبئة للمعركة يعني كأنما مسموح اعتناق أي فكرة أو انتباء إلا هذه الهوية الطبيعية لشعبنا مع طبعا البعد الوطني كنا نرى أن ذلك فيه خلال خاصة أنه إسلامنا كما قلنا وسط معتدل هو طاقة هائلة في المواجهة مع الاحتلال وشعبنا منذ فرج القرن العشرين كان الامتزاج بين روحه الوطنية وانتماءه الديني امتزاج طبيعي بمشاركة المسلمين والمسيحيين على حد سواء ونماذج القسام وعبد القادر الحسيني والحاج أمين الحسيني وفرحان السعدي وحسن سلامة إلى آخرين المجال الرابع هو التأكيد على العمق العربي والإسلامي للقضية واستعاد الدور الأمة في الصراع أهميته وبحوريته وليس فقط بالتركيز على البعد الأممي نعم الأمة لديها مشكلاتها لديها تقصيرها ولكن الأمة هي عمقنا إضافة إلى الفضاء الإنساني والأممي لذلك رأينا أن حماس لا بد أن تسهم في هذه المجالات الآن يحسب لحماس ضاق بي الوقت لكن بالتركيز والاختصار إخواني أخواتي في هذا السياق يحسب لحماس منذ انطلاقتها وبعد ثلاثين عاما أنها حققت مائل أولا أسهمت إسهاما كبيرا إلى جانب قوى المقاومة في إعادة مشروع المقاومة في فلسطين إلى واجهة الصراع بزخم كبير وتطوير أدواته وتكتيكاته وتصنيع سلاحه إلى أن وصلنا إلى مرحلة بناء جيش محترف وكتائب القسام نموذج لذلك الذي هذا الجيش الوطني الفلسطيني أذل الاحتلال على حدود غزة كسر هيبته وصمد في وجه حروب عاتية وعزز ثقة شعبنا وأمتنا بخيار المقاومة خاصة بعد أن نجحت المقاومة في طرد الاحتلال بنغزة ونجحت المقاومة في أسر جنود إسرائيليين على أرض الوطن والنجاح في المبادلة لأول مرة في التاريخ الفلسطيني الأسر والاحتفاظ به داخل الوطن وإجبار العدو على المبادلة ويحسب في هذا السياق أيضا في موضوع المقاومة أن مسيرة الحركة ظل موقع المقاومة ثابتا فيها رغم مرور ثلاثة عقود ثابتا فكرا وثقافة وسلوكا رغم الضغوط والابتزاز والملاحقة والحصار الأمر الثاني مما يحسب للحركة أنها قدمت نموذجا عمليا للتمسك بالاستراتيجية والثوابت الوطنية رغم الضغوط من ناحية والإغراءات من ناحية حتى تفتح لنا أبواب العواصم ظل الوطن هو الوطن الأرض هي الأرض لا تنازل لا تفريط لا اعتراف شرعية الاحتلال هذا ليس باليسير أنه بعد ثلاثة عقود تظل على ذات الثوابت لم تتغير الرؤية ولا المشروع بل حتى حين شاركت حماس في السلطة عام 2006 فهي عملت على تغيير وظيفة السلطة لتكون لصالح الشعب وطوعتها لصالح المقاومة وأصرت على الجمع بين السياسة والمقاومة والمزج بينهما وتحركت في الفضاء السياسي وهي تحمل ثوابتها بلا مساومة وبلا تنازل مع رفض شروط الرباعية ولو قبلت حماس شروط الرباعية لفوتحت لنا العواصم الدولية كافة أيضا ثالثا يحسب لحماس أنها حرصت وسعت من اليوم الأول للتوافق مع شركاء الوطن على برنامج سياسي مشتركة وثيقة الوفاق الوطني والانخراط في المؤسسات الوطنية وهذا ظهر في محطات عديدة ولكن لأسف صدت الأبواب عنها في السنوات الأولى منذ بداية التسعينيات لم يكن مسموحا أن ندخل المنظمة يحسب لحماس أن انهماكها في المقاومة وفي السياسة لم يشغلها عن برنامجها ودورها الثابت في خدمة شعبها والإسهام في بناء مؤسساته المتنوعة التي تعينه على الصمود وحرصت حماس أن تتجنب أخطاء الآخرين فلم يذب تنظيمها في بناء السلطة بل ظل نائيا عنها وظل قادرا ومكتسبا للياقة المحافظة على القدرة على المقاومة والجاهزية لمواصلة النضال في وجه الاحتلال ويحسب خامسا لحماس أنها إضافة إلى دورها وإسهامها مع الآخرين في تثوير الداخل الفلسطيني ونقل المقاومة ومركز ثقالها إلى الداخل لكنها في ذات الوقت لم تهمل الخارج الفلسطيني ظلت حاضرة فيه بقوة في مختلف الساحات والمخيبات والمهاجر البعيدة ولذلك ظلت حماس تصر على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وانتخاب مؤسساتها وبعث الروح فيها من جديد لتكون مرجعية حقيقية وفاعلة لشعبنا في الداخل والخارج بمشاركة الجميع ويحسب سادسا لحماس هو دورها الكبير في حج جماهير الأمة وقواها الحية لصالح القضية وحول القدس ورمزية الأقصى ودعم صمود شعبنا في الداخل وكسر الحصار عن غزة صحيح الأمة تأثرت بالأزمات الأخيرة لكن ظلت مكانة القضية عميقة في وجدان الأمة هذا إسهام من حماس ومن بقية القوى الفلسطينية أخيرا نجحت الحركة خلال مسيرتها الطويلة نسبيا في تقديم نموذج في بنيانها الداخلي في المحافظة على تماسكها على انضباطها على مؤسسيتها ورسوخ الشورى والعملية الديمقراطية في قرارها وانتخاب قياداتها ومؤسسات على مختلف المؤسسات رغم ظروفنا الصعبة توزعنا بين الداخل والخارج ونجحت في التوازن بين دور المؤسسة ودور القيادات والرموز فلا المؤسسة القيادية تطغى على القائد والرمز ولا الرمز يختزل المؤسسة والحركة والتنظيم في شخصه هذا يحسب لحماس بفضل الله تعالى ملاحظات سريعة على دور الحركة نعم هناك إشارة إلى تأخرها في الانخراط في ساحة العمل النضاري هذا صحيح الحركة الإسلامية الفلسطينية دورها منذ الأربعينيات والخمسينيات لكنه غاب لظروف قسرية كان التيار الإسلامي مرفوضا وأنا أتذكر عندما كنت في جامعة الكويت وأردنا عام 77 أن ندخل الاتحاد العام لطلبة فلسطين يعني منذ أن دخلنا كقائمة في هذا الاتحاد وكنت رئيسا لهذه القائمة صدت الأبواب ووضعت علينا شروط لم تكن موجودة من قبل وجمدت الانتخابات من عام 77 إلى 80 مما اضطرنا أن نعمل في تشكيل روابط أخرى فإذن وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني حين أرسلنا رسالة للشيخ عبد الحميد الساعة عام 90 الله يرحمه ووضعنا له رؤيتنا كيف نشارك في المنظمة وظلت أبواب المنظمة موصدة حتى اللحظة وحتى عندما شاركنا في السلطة عام 2006 وفزنا في الانتخابات يعني حوصرنا وعوقبنا ثم أراد البعض أن ينقلب علينا فنحن دافعنا عن أنفسنا حصل هذا الانقسام المشؤوم وافترق شركاء الوطن إن شاء الله تعود اللحمة ونظل جسما فلسطينيا موحدا في وجه الاحتلال وننهض بمشروعنا الفلسطيني أيضا أقول بكل شفافية حماس اجتهدت أن تطمئن شركاها في الوطن وأن تعطي من المواقف والرسائل والإشارات ما يطمئن الآخرين إلى حصنا على الشراكة والعمل معا ولكن أدعو ونعمل وهذا جزء من مسؤوليتي أنا في رئاسة الحركة مع إخواني مطلوب مننا في الحركة المزيد من الإشارات العملية لتطمين شركائنا في الوطن على حرصنا على الشراكة وعلى العمل الموحد والاحتكام إلى الانتخابات ونحن طبعا هذا مسارنا ورأيتم عندما أردنا أن ندخل الانتخابات البلدية كيف أوقفت وأن نحتكم إلى الرأي العام الفلسطيني وأن نطمئن الناس أن طبعا وهذا هو الواقع أن غزة ليست بمعزل عن الضفة لا دولة في غزة بل غزة والضفة جزء عزيز من الوطن الفلسطيني معلش يا أخي دكتور محسن بخمس دقائق أختم في أفاق المستقبل بعانوين لا أفصل فيها وطبعا أتكلم عن المستقبل ليس من موقع التحليل والترقب ولكن من موقع التخطيط والسعي الجاد فهذا شأن القيادات ومن يتولون المسؤوليات في المشروع الوطني الفلسطيني هناك أولويات أراها أساسية في السنوات القادمة أولا ترتيب بيتنا الفلسطيني وأوراقنا الداخلية بما يشمل إنهاء الانقسام وتجديد المؤسسات الوطنية في الداخل والخارج ودمقرطتها وضخ دماء جديد فيها وإعادة بناء ملظمة التحرير ومؤسساتها وتفعيل دور الخارج الفلسطيني على كل الصعود على حد سواء مع الداخل بما يضمن تحرك شعبنا بكل طاقته الفلسطينية الأولوية الثانية إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة الاعتبار له واستعادة روحه وأبعاده وجوهره بالتوافق بين جميع القوى ونخرج من التفاصيل التي أغرقنا فيها من العدو وعبر المنفاوضات لنبرز مشروعنا الوطني كقضية تحرير وتحرر وتقرير مصير واستعادة أرض وقدس ومقدسات الأولوية الثالثة التوافق الوطني الفلسطيني على تبني استراتيجية نضالية مشتركة قادر على مواجهة الاحتلال وقادر على حج جميع عوامل القوى والمقاومة لدى شعبنا وعلى رأس المقاومة المسلعة والشعبية وغيرها والتوافق على كيفية إدارة هذه الاستراتيجية النضالية استراتيجية المقاومة بكل وسائلها وتكتيكاتها وحمس جاهزة وكل هذا لكل إخواننا في الساحة الفلسطينية لابد من هذه الاستراتيجية تزاوج بين المقاومة والسياسة وتحشد كل أوراق القوة وطاقة الفلسطينية والتأييد الإقليمي والدولي والإنساني لنا ونركز في هذه الاستراتيجية على ملفاتنا الوطنية القدس والأسرى وكسر الحصار عن غزة ومواجهة الاستيطان وتفعيل حق العودة إلى آخره وليس بعيدا وليس صعبا أن يكون لنا هدف في السنوات القادمة القريبة خلال أربع خمس سنوات أن نطرد الاحتلال من القدس ومن الضفة وأن نكنسه كما كنسناه من غزة وأن نفكك المستوطنات الأولوية الرابعة والأخيرة هي إدارة القرار والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني والجماهيري إدارة وطنية مشتركة متوافقة مع الأهداف والوسائل والتكتيكات في إطار الاستراتيجية النضالية المشتركة نذكورها في البند السابق وضبط إيقاحة مع الفعل المقاوم والميداني على الأرض بحيث يجعلنا ذلك أنجح وأقدر على تحقيق أهدافنا الوطنية وأقدر على التعامل مع البيئة الإقليمية المضطربة ومع البيئة الدولية التي فيها مزيج من استمرار الانحياز وإدارات أمريكية متعاقبة خاصة كيف سنتعمل مع إدارة ترامب وفيها أيضا متغيرات إيجابية في انكشاف وجه إسرائيل القبيح وتراجع صورتها ومزيد من التأييد بفضل الله تعالى على مستوى النخب والشعوب ومستوى التيارات في أوروبا وفي العالم كله أما ما يتعلق بحماس في المستقبل فحماس هي جزء من الساحة الفلسطينية ومن مكونات القضية والقوى الفلسطينية وبالتالي هذه الأولويات الأربع هي ذاتها ما تعمله حماس وما تنخرط فيه مع شركائها مع عبع إضافي هو أن تحافظ حماس على عوامل القوة والصلاة بلديها وأن تسخرها لصالح هذه الأولويات الوطنية والنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني لذلك في الخلاصة أرى أيها الإخوة والأخوات وأنا شاكر مرة أخرى لك أخي دكتور محسن ولزملائك الحضور والعاملين في مركز الزيتونة ولكل هذه القامات البحثية والأكاديمية والفكرية والسياسية المحترمة التي أراها في القاعة أشكركم كثيرا على إتاحة هذه الفرصة وأعتقد أن الشعب الفلسطيني بتراثه العظيم وبما توافر لديه من هذه الخبرة المتراكمة وهذه القدرة على الإبداع وإن حصلت في مسيرته مطبات وثغرات وأشكال من الخلل لكننا نحن نقف على مخزون كبير وعلى إنجازات تحققت وعلى محطات قربتنا من الهدف الوطني ولذلك أقول نحن قادرون في السنوات القادمة أن نعيد قضية فلسطين إلى واجهة الصراع إقليميا ودوليا ثم أن نجبر الاحتلال على الرحيل وأن نرفع كلفة الاحتلال عليه بعملنا معا في المقاومة وفي السياسة وفي الدبلوماسية وفي كل ميادين النضال الوطني الفلسطيني بارك الله فيكم يعطيكم من عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته